في سؤال من مشاهدة كريمة بتقول لحضرتك يا دكتور أنا عروسة وميت جاوزة من أربع شهور وكنت عاملة شعري باطوكس قبل الفرح وشعري كله بدأ يقع من أول أسبوع جواز والحد دلوقتي يعني بقالها أربع شهور وبيقع كله فلو سمحت عايزة حاجة تعالجه وترطبه وتنعمه وأكيد وتمنع السقوط وأخذي بالك بس أنا حعترض على الكلمة الأولانية مفيش حاجة اسمها باطوكس للشاع ده ده مادة تجارية ده منتشرة تجاريا تجاريا فعلا ومنتشرة جامد يعني بس إيه عشان ما فوتهاش وتتحسب علينا ده كلمة تجاريا اللي هي أصلا إيه وبيضحك عالناس بيها ويتقال لك هعملك باطوكس لشعرك أي كلام مواد كيموية فقط يا عم كان يقدر يسميها التوتو ولا يعني مش شرط الكلمة ده ده الكلمة التجارية انت فاهمها حصدي يعني الريكلام اللي بتاع فاهمها حصدي يعني انت ماركة جامدة أو أهبة زي كولوجين للشعر حاجات كده بس ده بالذات لأنه واخد نجاحات البوتوكس في الوش وتحت الإبت وفي الجولاين اللي ابتسامة عشان كده حتى اللي ابتسامة بتاعت البوتوكس دي بيسموها سمايل يعني الاسمايل بتدرس عشان ما تنزلش قوي الجم الجم سمايل الجم سمايل دي هوليود ومش هوليود لكن اللي أنا عايزة أقوله إنها ضروري 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 ده خلاص دخلت في حاجة اسمها تلوجين إفلوفم أو تساقط الشعر التفاعدي ولسه عروسة ستة شهر حيستنى عليها ستة شهر ما تعملوا عشان كده برضو من النصائح اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت ما حدش يعمل حاجة أول مرة يعني ضروري التجربة الأول قابليها بمدة لحسن عروسة ودخلة حتلاقي شعرها يفاروي فنستنى عليها نحط الترتيب لها الباريسان بيرطة بحلو أول الشهر قبل ما يفتح البتاع من تحت كده ويتفاروي وتاخد فيتامينز الفيتامينز هيأثر لها المدة دي تمام طيب في مهركة بتسأل إنه عايزة علاج للإجزيمة وهرش مع بقع والجلد ريحته غريبة فين؟ فكرة ما حددتش انت حافظة الأسئلة كل الجلد اللي هي ريحته غريبة ده بيبقى خليط من حكتين بيبقى خليط من العرق العادي والعرق ونوع الجلد ونوع الثالثة دي اللي حقولها مهم المرض عندنا أمراض بس مش عايزة أقدلوك الدنيا أنا شماها أعرفها من قبل بشوف العياء فيفاس اللي هو القراع فيه ستة حاجات كده يعني ستة حاجات يعني لهم ريحة لهم ريحة حتى والواحد عنده بردي يعني يلقطها يعني ايه بيبقى الريحة دي مميزة يقول لك كاركتوريستيك سميل يعني لها صفات مخصصة ومستحملين المهم أنا عايزين حضرتك ده حتتعالج بيها بلاش وانا دايما بقولوش بلاش الكورتزوم حيرق الجلد عرق أكتر حتتداق أكتر حيفلق احنا مش عايزين ويفلق الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب وما زلنا بنقول ان هو السلاح القوي عندنا الترتيب صحيح وتاكل المسلوق